ووزارة الدخلية النمساوية بتبدأ التحقيقات يمكن حزب الحرية قريب جدا من الموضوع ده أو شريك بشكل أو بآخر وده موضوع برضو بيسيء للنمسا لأن اللي فيه برضو موجودين بيساعدوا على التطرف يعني خبر كارثي بصراحة خبر كارثي أستاذ مدوحي هناك رفض لكل الأحزاب ولكن التوافق باللجب للحزب الحرية الموجود بهذه الجمعية هو بس هل ده إنكره الكسط يعتبر تطرف يعني؟ طبعا يعتبر أنه يوجد محرقة يوجد مقتلة معينة خصلت بالتاريخ يقومون بإنكارها من أجل تبرئة شيء على حساب شيء وأيضا ويتغنون بالمجدرة التي حصلت في سربيا سبرانيتشا بالضبط وزهب ضحيتها بالخمسة وتسعين في البوسنة بالضبط بالضبط عفوا 8000 شخص بالضبط ويتغنون بسبرانيتشا 2 يعني نريد مذبحة أخرى التي قام بها هولنديون وقتها بصراحة فشيء مؤسف شيء مؤسف جدا وهذه الجمعية التي تمثل بشكل أو بآخر ماذا سيد الكريم؟ حزب الحرية أمير حزب الحرية والذي المتوقع أن يحكم النمسا والذي هو فعليا يخوط حملة انتخابية شعواء صراحة للحصول على أكبر قدر ممكن منها الأصوات فتخيل يا سيد الكريم أن تصل هذه المجموعة لحكم النمسا فنحن أمام حقبة مقبلة بصراحة صعبة للغاية مع وصول اليمين يعني لن تكون الأمور لطيفة لن تكون الأمور سلسة لن تكون الأمور سهلة فشيء مؤسف جدا للغاية وصول اليمين وطبعا يعني المخابرات النمساوية وزير الداخلية أعلنوا أنهم بدأوا تحقيقات مع الأشخاص الذين قاموا بهذه التصريحات خلال حفل في فيينا RTL طبعا هي من كشفت عنه القناة الألمانية وننتظر ماذا سيكون النتائج وهل سيحكموا وهل ستستطيع المخابرات أن تصل للأشخاص الذين فعليا قاموا بالترويج لهذه الفكرة وهل من الممكن خضر هذه الجمعية كليا هذا هو السؤال الذي صراحة أعتقد الكثيرين ينتظرون إجابته إجابة عليه طبعا هناك رفض من الأحزاب المعارضة وكل الأحزاب إلا حزب الحرية